أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توكلنا على الله رح نبلش بالوحدة الثالثة امتحان الوحدة الثانية رح نزله على صفحتي على الفيس عشان اتبعوني بعدين نضيفه على البطاقة ان شاء الله اليوم امتحان نياية الوحدة الثانية هيك بنكون الفصل الدراسي الأول أن هنا الوحدة الأولى بواقع عدد الأسئلة عليها في الوزارة ست أسئلة من أصل خمسين سؤال الوحدة الثانية سبع أسئلة من أصل خمسين سؤال والأسئلة المرتبات بترتيب لا رح نبلش بالوحدة الثالثة اللي هي التيار الكهربائي وعبارة عن ثلاث دروس زي هون درس أول ثاني ثالث هون درس أول ثاني ثالث بيظل الوحدة الرابعة اللي هي المجال المغناطيسي درسين يعني بيظل نص المادة بالزبط والتيار مادة اللي طالب اللي بتابعها رح تشوفوها أسهل من الحركة الدورانية وأسهل من الزخم الخطي توكل على رب العالمين دائماً توكل على رب العالمين في بداية التيار دائماً سؤال بالرسمة بس ما رح نجاوبه الآن اللي وبعد من تقرأوا العبارة هاي ما هي العوامل التي تحدد المدة الزمنية اللازمة لعادة شحن السيارة بطريقة السيارة الكهربائية هاي مش بعب ببنزين قاعد بشحن بسيارة الجواب سعة البطارية وقدرة الشاحن بس لسا ما أخذنا هاي الأشياء المقدمة تجربة بعدين رح نعملها ونتائجها المادة رح تبلش من صفحة ثمانية فيه بصفحة سبعة المقدمة برضو تابع المقدمة الفكرة رئيسية من المادة تصنف المواد حسب مقاوميتها إلى مواد موصلة وعازلة وشبه موصلة والنتاجات التعلم اللي رح نتعلمها هاي بعد ما نكمل الدرس مصطلحات الدرس رح تكون علينا مقاومة معناها resistance مقاومية معناها resistivity وقوة دافعة كهربائية electromotive force مقاومة داخلية internal resistance هاي مصطلحات الدرس عليكو نبلش في المادة اللي والتيار الكهربائي الكل بيذكر أنه بالأول ثانوية يأخذ أن الشحنات الكهربائية عشان تتحرك بدها مجال كهربائي وهذا المجال عبارة عن صفيحة مشحونة بشحنة موجبة وصفيحة مشحونة بشحنة سالبة إذا ذكرين مجال كهربائي وخطوط المجال بتكون طالعة من الصفيحة الموجبة ورايحها الصفيحة السالبة هاي خطوط المجال هاذ مجال كهربائي منتظم والشحنات لو حطينا شحنة موجبة هون رح تمشي مع المجال واذا حطينا شحنة سالبة رح تمشي عكس المجال إذا اتجاه المجال بيكون من الموجب للسالب اذا حطينا شحنة موجبة رح تمشي مع المجال وشحنة سالبة رح تمشي عكس المجال هلو جبنا احنا موصل معين موصل معين في لز زي هيك مثلا وأن الفلزات يكون فلز ويقليب معنا هل هذا موصل معين وعرض طرفيه لا وصلته مثلا بإشي موجب وإشي سالف مصدر موجب هون موجب وهون سالف فرح يتولد جو الموصل مجال كهربائي منتظم فلو حطينا شحنات جو الموصل الشحنات موجب رح تمشي مع المجال والسالب رح تمشي عكس المجال هذا أخذته بالأول ثانوي يعني عشان الشحنات تتحرك شو بدها؟ مجال كهربائي منتظم هل إذا عرضنا الشحنات لمجال كهربائي منتظم رح تتحرك هاي الشحنات الشحنات الكهربائية لما تتحرك شو يسموه العلماء تيار كهربائي فحركة الشحنات خلال موصل معين يسموه العلماء تيار كهربائي إذن تعريف التيار هو كمية الشحنة الكهربائية التي تعبر مقطع من موصل خلال زمن معينة ونربزه بالرمز I I معناها شحنة I معناها تيار آسف كمية الشحنة Delta Q وتقاس بحدة الكولوم تقاس بحدة كولوم والزمن يقاس بالثانية كولوم على ثانية سموه العلماء أمبير فالتيار يقاس بحدة أمبير بالله بدي تكتبوا له هون بادئات بالنظام العالمي للتأسيس يعني اللي هما الميلي هل نكتبوه مع اللوح وانتو ثبتوه بعندك بالله على الدوسية الميلي رمزها أم بالإنجليزي وتساوي عشرة قوة سالب ثلاث أخذناها بس رأستخدمهم بهاي الوحدة الميكرو رمزها ميو تساوي عشرة قوة سالب ستة النانو النسمول تساوي عشرة قوة سالب تسعة والبيكو رمزها بي وتساوي عشرة قوة سالب اطناش هذول بادئات يعني لما نحكي مثلا كمية شحنة دلتا كيو تساوي خمسة مايكرو كولوم هاي شو رح تصير خمسة ضرب عشرة قوة سالب ستة كولوم لما نحكي مثلا نصف قطر بعدين رح نأخذ هاي الدائرة مساحتها باي آر تربيع بالحصص القادمة رح نأخذ ايه مساحة مقطع الموصل هاد باي آر تربيع الآر اللي هو نصف قطر الدائرة إذا اعطاني ايه مثلا ام 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 شعني ام ام يعني اثنين ام 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 يعني اثنين ملي متر لو قل لي آر نصف قطر تساوي مثلا خمسة ملي متر ام ام بدهشيل الملي شو اطمحالها عشرة قوة سالب ثلاث متر فالقصد اكون عارف البادئات عشان أقدر أشيلها وحط محلها يا ميلي يا مايكرو إلى آخرين تمام؟ نرجع للتيار إذن تعريف التيار كمية الشحنة التي تعبر مقطع خلال زمن معين بداية التيار من الآن نتفق فيها زناخة بأول حصة لأنه فيها تعريفات كثير بس بدي أستوعبها أول بأول إن شاء الله إذن قانون التيار كمية الشحنة على الزمن بعطينا التيار التيار هذا يقاس بحدة أمبير الشحن تقاس بالكلوم الزمن يقاس بالثانية فالكلوم على الثانية شو سموه العلماء؟ أمبير وحدة لسبة قياس التيار الأمبير هو تيار كهربائي يمر في موصل لما يعبر هذا الموصل مقطع مقطع هذا الموصل شحن مقداره واحد كلوم خلال زمن مقداره واحد ثانية تعريف التيارات في عندي ثلاث تيارات رح نحفظهم للمستقبل التيار الإصطلاحي تعريفه بس بعدين بنفهمه هو التيار الذي يكون اتجاهه بعكس حركة الإلكترونات استعابه ومش بالحصة هاي سامحوني التيار الإصطلاحي هو التيار الذي يكون اتجاهه بعكس حركة الإلكترونات نحفظه بس فهمه بعدين التيار المستمر هو التيار اللي بيكون بتحرك باتجاه واحد باتجاه واحد وقيمته ثابتة ما بتتغير معناه بالانجليزي direct current وبكون ينتج من البطاريات تكتبوا ينتج من البطاريات البطاريات يعني عندي بطارية ايك شكل بطارية او ان شاء الله يلاقي لكم بجابتي بطارية البطاريات زي هاي البطارية هاي البطارية التيار اللي بيطلع منها تيار مستمر يعني بيكون باتجاه واحد فقط بسموه التيار المستمر وقيمته بتكون ثابتة ما بتتغير مع الزمن بعكس التيار اسمه تيار متغير هذا رح نتعمق فيه بتكتبوا لي عنده الوحدة الخامسة يعني هلا اي واحد بفتح الكتاب مش راح يلاقي كلمة التيار متردد فمش تقوله سادة اعطانا اشي برا الكتاب هذا التيار المتردد رح نستوعبه بالوحدة الخامسة كل وحدتنا الرابعة عن التيار المستمر اللي بيكون باتجاه واحد هاد للوحدة الخامسة بس بعنا متغير او متردد هو التيار اللي بيغير اتجاهه مقداره مع الزمن حفظه بس استعابه بالوحدة الخامسة للفصل الدراسي الثاني تمام بلش في المقاومة الكهربائية كلكم بتعرفوا هلا شو يعني مقاومة معناها ممانعة زي ما عرفنا زمان مقاومة يعني ممانعة يعني مثلا بدي امشي انا بالماء او امشي بالهواء مين بيمانعني اكثر اكيد الماء طب بدي امشي بالوحل فوتت بطين زي هيك وقعد بمشي بالطين اكيد راح يمانعني اكثر ليش ممانعة الطين اكثر من الماء اكثر من الهواء حسب طبيعة المادة يعني هيك طبيعتها أنه الهواء ما بيمانعني الماء بيمانعني أكثر الطين بيمانعني أكثر وكذلك الالكترونات عندما تمشي في الأسلاك حسب طبيعة المادة الالكترونات إذا مشت بالنحاس تمشي بسهولة طبيعة مادة النحاس تخلي الالكترونات تمشي بسهولة فيها لذي لو نضع إيدنا عن النحاس بعد فترة لا يكون حامي مثلا لو خطنا fromville من فلز الثاني مثل تنجستن اللي بيصنع منه صبات الكهرباء طبيعة المادة المصنوعة منه التنقستون هذا لما تمر فيه الإلكترونات الإلكترونات تعاني معاناة قاسية وشديدة بمزح المادة التنقستون تبدي ممانعة لهذه الإلكترونات زي الطين وزي الماء والهواء اللي حكناها قبل شوي فطبيعة مادة التنقستون المصنوعة منها أسلاك التسخين هذه مادة اسمها تنقستون أو بعدها راح نعرفها مادة اسمها نايكروم وبتختلف عن أسلاك النحاس هنا جبنا صبت الكهرباء هاي اللي تعرفوها صبت الكهرباء ومصلة بسلك هذا السلك فيه فيش بلوعة الكهرباء هذا السلك التوصيل بنسميه مصنوع من النحاس وأسلاك التسخين هاي أسلاك التسخين مصنوعة من مادة التنقستون أو مادة النايكروم هاي طبيعتها طبيعة المادة تبدي ممانعة لحركة الإلكترونات بينما النحاس تتحرك الإلكترونات فيها بسهولة فالممانعة أو خاصية ممانعة الموصل لمرور التيار شو بنسميه مقاومة إذن في الأسلاك النحاسية تنتق الإلكترونات بسهولة بينما في أسلاك التسخين هاي اللي بتسخن تواجه الإلكترونات ممانعة كبيرة عند حركتها السبب طبيعة المادة مادة تختلف عن في خصاص عن مادة أخرى وتفقد مقدار من الطاقة الكاروبائية تتحول إلى طاقة حرارية ترفع درجة حرارة الأسلاك فالإلكترونات اللي بتمشي بأسلاك التسخين لأنه في ممانعة كبيرة قدامها رح حصير فيه تصادمات بالمستقبل بتعرف هذا الإشي نتيجة التصادمات الكثيرة ترفع درجة حرارة هاي الأسلاك إذن درسنا عن المقاومة الكاروبائية المقاومة الكاروبائية هي خاصية ممانعة الموصل لمرور تيار أي شيء بيقبالك امشي لقيت خزانه قدامك أو طاله قدامك بتعيق حركتك صح؟ أو بتمنع حركتك أو بتقاومك كل هذي جاء من كلمة مقاومة فالإلكترونات لما تمشي في الموصلات تعاني ممانعة هاي الممانعة شو اسمها؟ مقاومة كل مادة إلها ممانعة أو إلها مقاومة تختلف عن مادة أخرى حسب طبيعة المادة المصنوعة منها هاي الفلزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر